الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصابه وموال وضعت فنواصل درسنا ما زلنا في أحرف السيادة هنا فصل في سيادة همزة الوصل كما عرفنا حرف السيادة عشرة سألتمونيها للوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدي به كاستثبت وهو لفعل ماضي احتوى على أكثر من أربعة نحو جل وانفذ همزة الوصل تثبت في الوصل لابتداء أي تقنطق وتسقط في الدرج نحو استثبتوا أو استثبتوا وتكون في الفعل الماضي الخماسي والسداسي كإنجلا خماسي حمزة نون جن واستبانا استبانا ألف همزة وصل سين تا وبا وألف والأمر منهما وكذلك المستر إذن إنجلا إنجلي استبانا استبن وكذلك المستر إنجلا واستبانا وكذلك الأمر من السلاسي مثل إخشى من خشى يخشى إخشى إخشى ربك إخشى ربك وانضي لما أمرك الله مضى يمضي هنا حمزة وصل موجودة وانفذ إلى طاعته وفي اسمي نس تينب ننب نومن سمع وفي اسمي نس تينب ننب نومن سمع واسنين وامرئ وتأنيس تبع وأيمون همزة الكذا ويبدل مدن في الليست تفهمي أو يسهل اسم است است أرتنية pantat استن أرتنية pantat همزة همزة وصل كذلك ابن همزة وصل كذلك ابن همزة وصل سيدة الميم للمبالغة من ابن ابنوم ابنومن واسناني واسنتاني وامرؤن هنا نعم وامرؤن وامرأة وأيم وهمز أل هذه الفل عشرة وكل أسماء ما عدا أل فإنها تكون حرفية واسمية موصولية إذن هناك الحرفية التعريف هنا الإسمية وهناك الموصولة هذه العشرة همزتها همزة وصل لم يسمع غيرها وهمز أل يبدل يبدل أو يبدل حرف مد في الاستفهام ويجوز فيه تسهيل مثل الله يجوز تسهيل الله الذكرين يجوز التسهيل الذكرين الذكرين كذلك الآن بالتسهيل الآن وكلها قريات بالمد والتسهيل لجميع القراء الله تعالى أعلم بالصواب أمل إبدال في فرصة القادمة إن شاء الله سبحانك الله ربنا بحمدك أشهد أن لا إلا إلا أن تستغفرك وأتوب لك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبركة وسلام